بصوا يا جماعة انا كان عندي مشكلة ان القطط بتعمل بره الطبق بقالهم سنين وانهم متعايشة مع الموضودة وصبرة وخلاص لغاية ما قررت عمل حاجة للاسف عملتها بعد ما الاسعار ضعفت في اربعة تقريبا او في ثلاثة هو ده الطبق بتاعهم في قط كان يعمل بي بي في الطبق وحمام جنب الطبق وقط تاني بيعمل القطين اتنين بيعمله بره الطبق كله بي بي وحمام فقررت ان انا اخيرا هنجيب الطبق الكبير ده من ايكيا وما لطلقين دوله من ايكيا بس ده قديم الطبق ده كبير قوي زي ما انتم شايفين معرفش ايه بصراحة بس كيبتم ايكيا مؤخرون اصف سعره بقى غالي جدا بس القط اللي كان بيعمل الحمام بوره الطبق بقى بيعمل جوا الطبق والقط اللي كان بيعمل والاتنين اللي كانوا بيعبرو بوره الطبق في واحد منهم بقى بيعمل بي بي حمام جوا الطبق في واحد لسه رافض بس هو رافض وبيعمل في امكان غريبة كده فاعتقد ان هو عايز يتجوز يعني ده مشكلته او هم مدايقه في حاجة فبيضيقني بالطريقة دي بس هو مشكلته مش يعني قصوده ايه انه في قطط بترفض تعمل في الطبق عشان صغير في ناس تقول ان هو عشان مش نضيف كزيلا او ممكن تبقى راملة نضيفة او كل حاجة بس هو رافض يعمل عشان الطبق صغير فانما جبت الطبق الكبير هو بقى بيعمل بي بي حمام في الطبق واللي كان بيعمل حمام بوره الطبق بقى بيعمل في الطبق الكبير والفكرة كمان مش لازم يعني مش طبق كبير وحنملك كل ده بقى راملة وبتاع وكده لا ممكن شوية راملة في النص وهما بيعملوا فيهم اه مش هتستالكوا يعني ما تتخيلوش ان انتوا هتستالكوا كمية راملة رهيبة اه كمان ممكن تبقى دي باد للكلاب برضو الكلاب اللي عايشة في البيت الصغيرة مثلا او ممكن كبيرة معرفش اذا ممكن تضربوها ولا اكيد ممكن تضربوها يعني اه حاجة زي كده مع الباد تبقى حلو بس ممكن برضو ان هي تتحرك وهو بيقف عليها بتاع فممكن هي تصرب لكن ده هيبقى يعني يحمي اكتر يبقى حماية اكتر تحط فيها الباد للكلاب بس لقفتكم ياريت تعملوا لايك وشير شكرا